اشتركوا في القناة عودة الروح والبسمة للكرى المصرية من جديد اما الانكسار ففي صمت وداعا علاء علي نادي الزماليك ده انت ربيت فيه وحياته بالله فيه يعني اعيشت في نادي الزماليك اكتر معاشش بيتي بحقيقة اكتر معادت مع وعمي اعادت في نادي الزماليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بحيهم على بين قوسين او تخط مية شرط تحت الروح العالية والمسئولية تحملوا مسئولية بيلعبوا بروح عالية جدا وبروح وطنية للبلد بيلعبوا المصر فعلا وده حسناه وحسناه اكتر في مباراة غانا مباراة غانا بتشعر بان انت بتبقى مطمئن وبتشعر انت معاك كتير قوي وولاد فعلا يعني في مستقبل لمنتخبنا الوطني في العشرة خمسش السنة اللي جاية دي من خلال ان انت بتعمل منتادة ان انت بترجع وانت خسرات اتنين واحد ترجع لتلاتة اتنين والاسرار لغاية اخر عشر دقايق وبأكد على نقطة مهمة كمان قوية جدا بالاضافة لتقلق كل اللعيبة وبخص منهم رمضان وبخص منهم مصطفى محمد وبخص صبح يعني لو عادت عدف اسماها هلاقي عبدالرحمن وحقرف اكرم كتير كلهم ما شاء الله لكن انا بأكد على النزول بالنسبة للعيبة بنبعت مسجات للعيبة اللي بتنزل في اخر عشر دقايق وتنزل اخر خمس دقايق وتقمة التركيز والمسئولية الوطنية ان هو يضيفه ان هو ينزل ويتواجد في الحتة دي لان انا واحد من المعجبين بيه جدا هو مهاجم وعد جدا احمد ياسر ريان لكن بيعد ان كابتن شوقي طبعا انا بحييجي وبقول له مليون مبروك طبعا على الاداء وعلى النتيجة وعلى حالة الحب اللي موجودة بدلها وبعضها في المنتخب اللي هم بدينه طبعا جدا لان بيبع حاجتين مهمين جدا النظام والحب لو بتعمل نظام للفريق شفنا كلام ده ما بين رمضان صبح ومصفى محمد كتير اوه العيبة كلها احمد الفتوح رمضان الولاد كلهم عاملين حالة جميلة جدا فبارك للكابتن شاو بارك للكابتن معتمة جمال بارك لكابتن محمد شاو بارك لكابتن واقل شيروس لكابتن وسامة عبد الكريم هو الجاهز الاداري والطب إن شاء الله يا كابتن ربنا يتممه على خير بإذن الله ونصعد لتوكيو بإذن الله ونبقى البطولة دي بتاعتنا بإذن الله بشاير إن شاء الله إن شاء الله هنقابل منتخيب جنوب أفريقيا قبل الدور قبل النهائي يوم الثلاثة الجاية إن شاء الله إن شاء الله طبعا فيه طبعا مسؤولية أكبر مقابل المباراة التحضير مقابل المباراة لإن اللي جاي ده أصعب اللي جاي أصعب لإن أنا بتخيل إن أنا لما بنخط إحنا مثلا في التصنيف نفسه بنخط غيانا وبنخط الكاميرون فبلاحظ إن غيانا وكاميرون فيه طفوق بيرجي أو على جنوب أفريقيا فأنا مش عايز لعيبة تشعر إن اللي حصل ده هو الإنجاز لا بالعكس ده إحنا لسه ده مرحلة من المراحل إحنا بنعديها لكن الإنجاز لسه موصل نروش اللي هدف في آخر الطريق فعشان كده مباراة جنوب أفريقيا دي هتبقى مباراة صعبة جدا 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 فلازم يكون فيه تركيز لإن المباراة بالنسبة لي هتبقى بالنسبة نوك أوت يعني اللي بيخسر طبعا لكن أنا إن شاء الله متفائل خير بإذن الله في تحضيري كابت إن شاء الله بالنسبة العامل النفس والمعناو والتحضير للمباراة إن نبتدي نجهز للمباراة إنها مباراة صعبة جدا وبحالة التركيز تبقى عالي جدا إن شاء الله بيتكلم عن صرخة ناشئ بيتكلم عن قطاعات الناشئين وطبعا إحنا حضرتك ليك سولات وجولات في قطاعات الناشئين في مصر فطبعا شرف كبير لنا وجود حضرتك لأن إحنا عندنا أسئلة كتيرة قوي وعايزين من حضرتك رؤية بتعمك في حاجات فنية مش حاجات بقى يعني مش هنتكلم بقى في المشاكل لأنه خلاص إحنا معظم المشاكل عندنا خلاص الناس كلها حافظتها إحنا عايزين رؤية تانية رؤية مختلفة إزاي نعالجي الحاجات دي كابتان أصاب أول حاجة سؤال في زهني على طول أنا بس ألحظتك البراعم البراعم من 12 سنة بيبتدي 13 سنة بيقابل لعب تاني شكل تاني بيلعب ملعب خماسي وزداسي بيتفاجئ إن هو هيلعب في ملعب كبير الدنيا بالنسبة للملعب الكبير مختلفة تماما كابتان أصاب أنا بس حاخد حوالي دقيقة واحدة معلش لأ خد راحنا كابتان أنا حنوه بس قبل ما أجاوب على السؤال دوت إن أنا عايزة نوه على طبعا على البقاء اللي طبعا في وفاة طبعا الكابتان علاء علي طبعا كلنا طبعا من خلص التعازي الأسرة في مصر كلها في وفاة علاء علاء أثر فينا كلنا في عيض أعتقد إن كل المنظومة رياضية كلهم ناس ناس كتتفاجئت بالخبر ربنا يرحمه يا ربي وغفدله واسكنه فسيح وخلينا نقول دي مسجات من ربنا سبحانه وتعالى تبعت رسائل كده هوت إن إحنا الواحد لازم يتطعز ولازم يبقى ماشي قريب من ربنا في الجزئية ديت لإن هي بتاخد صغير وكبير تحتها وقت لكن بوريك عزة النفس بتاعت علاء علي الله يرحمه طبعا كان نجم من اللعيبة اللي أنا كنت باستمتع بأداءه ومصر كلها باستمتع بأداءه في نفس الوقت لما جاله المرض ده وقت يمكن قعد سنة كاملة وهو بيتعالج ما كانش بيقول لحده كان بيصبح عزة النفس عشان كده لما بيجي الخبر نفسه وإنت بتسمع القصة من بدايتها وتعرف القصة دي هو ده التأثر الجامد جدا لكن أنا بعز أسرته كلها وبعز الأسرة اللي غضية فعلا في وفاته وربنا يا رب يسكن نفسها جناته يا رب يا كابتن وعلى علي كمان من اللعيبة اللي صعدت الله يرحمه من اللعيبة اللي خدت مراحل قطعة الناشين من زمالك من 6 سنين ابن النادي ابن النادي نادي الزمالك طلع علي ولما لعب ابن النادي الزمالك هنلعي بلي بصمة وكان مؤثر جدا مع ابن النادي الزمالك ربنا يا رب يا رب هنتكلم على البراعي ونتكلم في السن الصغير لما بنتكلم على المدرسة مدرسة كورة لما بنتكلم على 6 سنين وبنتكلم على 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 بنتكلم على مساحات الملعب بنتكلم في خماسي وبنتكلم في صباعي بنتكلم في مساحات الملعب ونسبة رؤية الصويرين لكن كل ده بنتكلم في الفترة دية في السن ده بيبقوا محتاجين مدربين بيعلموا الأساس كل المراحل دي مراحل تعليم مش مراحل انها ممكن اعمل حاجات خططية وانا ممكن اعمل قوة للعيبة وحاجات لا انت كلها مراحل تعليم ان انت تجيب الولد في السن ده عبارة عن عجينة طريقة جدا وانت بتشكله بشكل كويس جدا في العقلية وانه عنده فهم واستجابة ان انت بتديره كل معلومة بتوصلها بتأثر في الولد جدا طبعا طبعا اه بالزبط فلازم عملية التوصي عشان كده في أوروبا لما بيجيوا يخلوا المدربين يخلوا المدربين الكبار اللي عندهم خبرات يمسكوا المراحل الصغيرة بشكل كبير جدا لان التعالي عندهم بغزون خبرات كبير جدا فما بيجي يتعاملوا مع الولاد الصغيرين بيبتدوا يبقى عندهم بتتعامل مع عامل نفسي وعامل معنوي وان انت تحببه في الحاجة اللي هو بيلعبها يعني في قرط القدم يبقى جاي حابب فلما بيجي يبقى جاي حابب حابب بيعمل ايه؟ حابب ان انت بتعمله تأسيمات ان انت بتعلمه الباص ان انت بتعلمه اساسيات قرط القدم بدون ما انت ترهقه او تزحمله دماء لكن بتحببه في الحاجة دي لكن منتكلم في الخماس والسباع والحاجات دي كلها بتتكلم في تحركات كتيرة او في الملعب فيه لها مركزية بقى بيلي بيتحرك بحية الليمين ولي بقى مدافع بيبقى مهاجم وكل الكلام ده فبقى فيه تحرك بس مع بعض المؤقت لما بيجي ينتقل من في يخش في مرحلة المنافسات اه بقى مرحلة المنافسات اللي احنا بدون عليها مرحلة المنافسات هي الدوري بتبقى من بقى في سنة 14 سنة فيه مفوق 15 يخش بيبقى بيلعب دوري فتقدر انت بيخش بعد كده بيبتدي يتفاجب الملعب الكبير الحداشر فمساحة الملعب بالنسبة له بقى المساحة القانونية الكبيرة فبتبتدي انت تعلمه بقى تقسيم له الملعب تقسيم الملعب بقى فيه اصبح بقى فيه مركز هو بيلعب فيه زي باك رايت فانت بتعلمه الوقفة في ازاي للصحيحة واجبات المركز واجبات المركز بالوقفة بالتحرك بالميل بالمكان دوت ما تسيبوش اما عدي هنا لما ارجع هنا كل المساحات اللي هو بيتحرك فيها نفس الشيء بالنسبة للإستبارات بنفس الشيء الباكليفت النص الملعب بيتفيلد بيشتغلوا ازاي في طرق اللعب لو احنا بنتكلم في هنا سؤال يا كابتن عايزة ما عليش انقاطعك فيه احنا النهاردة طلعنا من المرحلة البراعم وروحنا الملعب الكبير احنا دايما عندنا في مصر مفيش مدرب يعني بيستمر مع فريق بيطلعش معهم يعني بمعنى صح ما بيصعدش معهم فبيجي النهاردة مدرب الخماسي والسوداسي اللي حاجة بتقول عليه بيروح الملعب الكبير نوعية بقى المدرب اختياراته في اللعبة في تحديد الملاكس اللعبة دي بيبقى ونان عليه هو ما شافهمش يعني هو ما شافش الاولاد دي وهي مثلا في مرحلة الخماسي والسوداسي فبيبتدي هو اللي يشكل هو اللي ازاي يقنع اللعيب او الولد ده ان هو هيلعب بك شمال او ان هو هيلعب مساك او ان هو يبقى راس حربة المدرب بيحتاج شغلة كبيرة هو المدرب على فكرة بيبقى كل واحد بيبقى ليه فلسفة كل واحد بيبقى ليه فكرة وزي بيقوله بالبلد كده كل شيء وليه طريقة لكن انا بتكلم دايما في المدرب اللي هو بيقعد مثلا مع فرقة بيقعد مع مثلا ثلاث سنين بنقول ده حد أدنى بالنسبة للعمر انت تقدر تعمل فرقة كويسة تستوعب يبقى في حالة انسجام وتجانس المدرب خلاص بيبقى وقف على مستوى اللعيبة بقى عنده خمسة وعشرين تلاتين اربعين اللعيب لو نتكلم في عدد قيد كبير بالنسبة للبراعم سواء مثلا في المدرس مدرسة كورة من ألفين وستة لألفين واثنشر دي تعتبر مدرسة كورة من كلمة ألفين وستة لألفين واثنشر لكن مرحل الناشئين كلها بتبقى من تسعة وتسعين لحد ألفين لحد ألفين وخمسة لكن انا بتكلم فمدرسة كورة مدرسة كورة انت خلاص انت بتجيب الحد عشر وبتبتدي تعلم وتقسم الملعب حتى لو بتقسم الملعب الملعب أساساً بيبقى فيه تلتة دفاعي والتلتة الوسطاني والتلتة الهجومي فانت ممكن تعمل بخطوط خالص انت تتقسم الملعب بالتلت خطوط دولت بالنسبة للعيب ممكن بتقسم الملعب طولي بالنسبة لعمق الملعب وبالنسبة للرايت صايد والليفتصايد بالنسبة للعيبة الشق الدفاعي والوقفة الدفاعية بالنسبة للعيبة نص ملعب طرق اللعب انت بتقوله بتشرح له نظري وبعد كده بتيجي تطبق عملي مع الوقفة ممكن الوقفة دي بالمشي ممكن الوقفة دي بالحركة ممكن الوقفة دي سلبي وبعد كده بالكورة وبعد كده بالتكرار كل الحاجات دي بتتخزن عند اللعيبة فالتكرار عند السن دوت وبالنسبة للحضاشر وبالنسبة للعيبة محتاجين تكرار باستمرار عشان تبتدي المعلومات اللي بتوصل من المدرب للعيبة تتخزن عند اللعيب ما ينسهاش صحيح نفس الوقت ما حاولش ان انا اسحم دماغه بحاجتين وثلاثة واربع ينفزهم في الملعب هتبقى الامر في منتغل صعوبة لكن ابدأ معهم بحاجة واحدة وبعدين انا ابتدي لما يبتدي استوعبه ابدأ بحاجة تانية وبعد كده يبقى حاجة تالتة وهكذا عشان يبقى يقدر ينفزلي في الملعب مثلا مرونة الخططية في شكل اللعب في الشرق الزون في الدفاع منطقة في التحول في كاونتر اتاك في الهجمة المرتدة ان انا اشتغلها بشكل معين فالضغط العالي ان انا مظاروخ وقف بشكل معين ليه بقوق لك في التالت خطوط دولة لان الكرة في العالم دلوقتي بقت تلت خطوط كلها بقت كلها قريبا بعضها كل الفرق العالم بتانها في حوالي تلاتين اربعين يرضى تلاتين اربعين يرضى يبقى كرة الحديثة دلوقتي اه الوقتي دي المساحات بتديش مساحات للأداء بالنسبة للمنافسة انه يقدر يشتغل الحاجة التانية بقت الكرة في العالم كنت انت زمان تلعب باقرايت وتلعب هافرايت وتلعب كمان هونجرايت وتكمل وتروح ممكن في راسة العربة وتلعب على نص المعنى لا الكرة في العالم دلوقتي بقت متقسمة كل واحد دي مساحة في الملعب بيشتغل فيها زي مثلا ما بنتكلم على ليفربول بنقول ليفربول بيشتغل يورجين كلاوب بيشتغل أربعة تلاتة تلاتة وعارفين التلاتة المهيومين اللي طبعا اللي احنا بنستمتع بأدام ده فالميني وصلاح واسادي ومانين فبنتكلم في السلاسة ده تحتهم تلاتة نص ملعب فكل واحد دي مساحة في الأداء بيشتغل فيها في تكلفات بتروح للعيبة نص ملعب واحد بيكمل مع الرباع ده باك ظهير مثلا بيكمل لكن بيبقى فيه بيقف أربعة بيبقوا موانع بيبقوا في الطرق الدفعية لكن عايزة اقول في البراعم والحاجات دي كلها ان الغرض او الهدف من النقلة بين الملعب الخماسي والسباعي للملعب الكبير انه هو يبتدي اللاعب عنده الادراك عنده بيوسع جدا انه هو يبتدي يستوعب انه هو خلاص يبتدي يخش في مرحلة المنافسات القوية اللي بيبقى فيها الضغط والتوتر الاسترس اللي بيبقى عليه يتحمله من خمس عشر سنة لكن ما قدرش ان انا حط عليه ضغط وتوتر في السن اللي أنا بشكله بشكله اه بيقول مرحلة تعليم فقط من سنة ست سنين لحد تلاتاشر سنة بيبتدي في مرحلة تعليم او اربعتاشر يبتدي برضو هو لسه بيتعلم برضو بس بدخله مرحلة المنافسات دي ونقلة من ملعب صغير اه طبعا وهو بيتحرف كل حاجة بطريقة عشوائية لسه مش عارف لحد انا ببلزمه انه هيلع في المركز في الملعب الكبير بطرق هجومية ودفاعية يبقى عنده الشقين بيقدر يشتغل فيهم بشكل معين بس احنا عندنا فيه مدربين في قطاعات الناشئين بتقعد مع الفرق ثلاث سنين واربع سنين ما بنشوفش الكلام مثلا كل سنة بيتغير مدرب ويجي مدرب جديد ممكن المدرب الجديد ده يبقى شايف محمد في الحتة الشمال يلي يقوله لأ انت هتلعب في المكان الفلاني لأ انا مش مقتنع بيك خالص انا هجيب حد تاني اه السياسة نفسها اه ان انا بوضع انا كنادي بوضع بحط السياسة بنسبة للقطاع بتاع الناشئين اه نفسه ان انا بحط مثلا هدف ان انا هدفي ان انا في ان انا اوصل بمجموعة لعيبة بعد كده ان انا اوصل يبقى في نهاية المرحلة بتاع القطاع الناشئين دي في سن سبعتاشر او تمنتاشر سنة يبقى عندي اتنين او تلات او اربع لعيبة تاني ان انا عايز ارجع تاني ولاد اولاد النادي اللي هم باخدين اساس واقدين اولا واخدين رعاية واقدين اهتمام واقدين تخذية واقدين تجريب وانتماء كل الحاجات دي كلها اسمها الرعاية بتاعت�� النادي. كامان كل ده انا بوصلي الولد بيبعنده انتماء خلينا ادي مثال. طب مثال في ايه بكالة مثال في مصطفى محمد. طب مصطفى محمد دلوقتي هك月 من ارض المويدين موجودين في مصر يعني انا بعتقد ان المصطفى محمد بعد البطولة دا philosophical دي رمضان كمان أو إذا كان دي العمار بره ولعبة كثير قوي حتى يجي لهم مروض أوروبية بالتأكيد مفيش كلام ليه؟ لأن مصطفى محمد إيه هو اللي أنت اللي أنا عايز أقوله بالنسبة لمصطفى محمد عايز أقوله أن مصطفى لما طلع عارة من نادي الزمالك راح طنطة مرة إيه؟ راح طنطة مقالشي طبا مصطفى مقالشي أنا مروحش طنطة وطنطة نادي طبعا كل اللي احترام نادي طنطة أن طبعا نادي نادي من أندي الشعبية الشعبية المهمة جدا فرح مصطفى وطلع وعمل مطشط هيلة جدا هنا وسمع بشكل كويس جدا مرحلة تانية راح طلع الجيش برضو عمل شغل كويس جدا فربنا بيكافئ هنا محمد ربنا بيكافئ أنه يرجع تاني نادي الزمالك ويطألك ويبقى ماشي بشكل كويس طيب كابتن في عندنا ظاهرة بنشوفها دايما إحنا حضرتك في قطاعات الناشئين أولياء الأمور اللي توقف على الخطوط النهاردة اللاعبة بتلاقي أولياء الأمور وقف على الخط بتدي تعليمات زيها زي المدير الفني بتتكلم عايزة كل كرة لتبقى لبنها بيزعق يعني نصيحة لأولياء الأمور يعني ونصيحة برضو الجهزة الفنية اللي هي بتسمح أن أولياء الأمور يتكلمهم مع الأولاد والحاجات دي اه يعني أنا بشوف أن الموضوع ده بقى أوفر قوي وبقى زيادة قوي مفيش مانع خالص إن أنا أوليها الأمور سواء أب أو أم يبقى بيخاف على ابنه يبقى بيتابع ابنه يبقى بيدافع عن ابنه فيه إطار إنهما بيتدخلش في شغل المدير الفني أو الجهاز الفني دلوقتي الموضوع بقى فيه تشكيك بقى فيه تشكيك في المدربين وتشكيك في أسلوب اللعب وطرق اللعب وإن ابنهم ودائما هما بيتكوا على جزئية إن ابنهم مظلوم وكل كلام دوت برضو حد برضو أمثلة في الجزئية ديت أنا بقول إن أوليها الأمور المفروض إن إنتوا بتيجوا آه ليكوا حق طبعا إذا كنتوا أعضاء أو مش أعضاء بيبقى ليكوا الحق إن إنتوا موجودون إن ابنكم يبقى موجود يبقى يوصل لي بحاجة كويسة جدا لكن بدون ما بيبقى فيه استرس أو ضغط على الأجهزة الفنية اللي موجودة في نفس الوقت الأجهزة الفنية برضو يلازم يكونوا يكون عندهم حيادية ويكونوا فير ويكونوا عندهم إخلاص في العمل ويكونوا كمان بيتطلعوا ويكونوا في الدراسة كمان بيزودوا في الدراساتهم بشكل كبير جدا يطلعوا على الجديد والحديث دايما عشان أنا كمان مفيش حد يعلم علي لازم يكون برضو مطلع ونازم أواكب الجديد دايما في كورة القدم عشان وأنا بنقل يبقى بنقل دايما الجديد ما يبقاش فيه تعليقات إن أنا بشتغل غلط أو إن أنا كذا أو حد بيعلى علي أو كل تلك لكن أنا بتكلم إن الموضوع بقى فيه تجاوش وليزم يتغداله حدود مقاوعة إيه بقى الحدود يا كابتن يعني إيه الحدود اللي أنا أخليني أنا كولية أمر أبقى عارف إن الدراسة اللي ده بيشتغل فعلا بروفيشنال ما بيجميلش إيه الحدود اللي أنا كولية أمر أبقى عارفها الحدود والقواعد نفسها إن أولاء إن إدارة إن إدارة نفسها أو الإدارة بالدعم وبتساند الرؤساء اللي موجودين بالنسبة للقطاعات تمام وبالتالي المدربين مسؤولين من رؤساء القطاعات يبقى فيه متابعة ومباشرة متابعة مباشرة جدا من رؤساء القطاعات سواء رئيس قطاع مدرسة أو رئيس قطاع الناشئين أو كل الكلام دوت في نفس الوقت يبقى برضو بيبقى فيه دعم قوي جدا وحماية قوية جدا للأجهزاء الفنية تمام فلما بيجي وليه أمر بيطلع وكل الكلام دوت وبتدي بيبقى فيه شكوى أو كل الكلام دوت مش لازم نيجي في صف وليه الأمر لكن لو شعرنا إن الإبن فعلا مصدوم يعني أنا حاجة تدخل إن الإبن بيلعب أو ما بيلعبش مش بتاعدى خالص خلال الأمر الجزئية دي يعني لإن عمري ما مدرب حيبا فيه عنده اضطهاد لكن أنا ممكن يبقى بيخش جواي اضطهاد أنا خبشر يا محمد لما مشعر إن محمد طلع اشتكاني يعني طلع أنا اشتكاني أنا وممكن أنا يمشيني مثلا من النادي ممكن أنا غصب عني الولد ما بقاش ببصص له مش حابب فهنا المشكلة هنا المشكلة يعني هنا لب الموضوع كله فهنا لازم تكون فيه الحماية ولازم تكون فيه القوة في الدفاع عن الإجهزة الفنية بقوة جدا ومشتغلوا فيه مساحة كبيرة جدا من الشجل بدون تدخل من أولاية الأمور تماما أولاية الأمور اللي حيبقى فيه تجاوز مش هيخش النادي يعني ما يخشش النادي غير مسموح ليه بخول النادي الدقول فقط للعبين فقط يتمرنوا يخلص تمرينوا يستقبلوا وليه أمر برا السلام عليكم لكن إن يبقوا متواجدين بتوجهات يوجهوا اللعيبة ويتحركوا إزاي ويبقى فيه تجاوز وحاجات زي كده ده غير مسموح تماما فالموضوع ده لازم يتنظم كويس قوي وده مش هيتنظم إلا من ده شغل إداري ده شغل إداري يتنظم يبقى كل واحد كل واحد في مجاله كل واحد في تخصصه حانا سازينا في فصل صغير نرجع تاني فصل صغير ونرجع لك تاني ويجعلنا لكم تاني بعد الفصل مع كابتن عصام مرعي عشان نتكمل الكلام عن قطاعات الناشية كابتن عصام حدا خدتنا في نهاية قبل من طلع الفصل عن دور رؤساء القطاعات ومن أولئة الأمور بيتواصلوا من خلال رئيس قطاع أو مع المدربين طيب إحنا عندنا مشكلة بيتقابلنا كل فترة إن مثلا مش هنسمي حد كل فترة بيلاقي فيه تغيير في الأجهزة الفنية للقطاعات يعني بيجي النهاردة رئيس قطاع بيقعد ثلاث شهور ويمشي طيب وليه الأمر هيتحمل مع مين ده جنرال عام ولا في النادي الزمالة أو كده لا لا أما بكلمش على النادي أنا بكلم في العموم عموم هو القصة كلها إن انت المفروض طبيعي إن انت كل اللي بيجوا بيشتغلوا في القطاعات ما حاجش هيجي لك واحد مالوش علاقة بقرة القدم كل بيجوا بيكونوا لعيبة كورة بيكونوا لعيبوا في المجال وكل الكلام دوات فأنت بتخطه في المنصب فني يا إما مثلا ممكن يكون موديل فني أو كده ويا إما بتخطه في الرئيس قطاع بيبقى عنده برضو التجربة عنده التجربة الكبيرة وعنده الخبرات الكبيرة فيقدر إن هو يقود للمشاف كتير أوي كلها مواقف وعنده مخزون خبرات كبيرة جدا فممكن يبقى رئيس قطاع مثلا ناشيين ممكن يبقى رئيس قطاع المدرسة بتجيب اسم كبير الكلام ده إنت كأدارة بتحاول إنت تتعاقد مع النجم دوت أو مع المدرب دوت ممكن عشان إنت تضمن إنه هو من خلال إنه هو بيوضع نظام أو بيوضع فكرة معاون ويستمر لمدة سنة أو سنتين أو ثلاثة عشان يبقى فيه نجاح من غير أي تغيير وتعمل استقرار جدا مثلا للقطاع نفسه بشكل كويس ده بيحتاج إن انت تعمل تعاقد معاه يبقى فيه تعاقد والتعاقد ده يبقى فيه إلزام ويبقى فيه شروط جزائية كل الكلام دوت عشان يبقى فيه شغل احترافي يبقى فيه شغل احترافي بيبقاش شغل هواء هواء دلوقتي أنا لو جيت دلوقتي وأنا مثلا أي سين أوصاب بالنسبة للعب تكورة اللي هم بيجوا يمسكوا رئيس قطاع هو في النهاية هو في النهاية مع الوقت عايز يعمل شيء كويس للنادي بشكل كويس لكن لو جات له فرصة في الملعب إنه هو يشتغل في الملعب في نادي تاني سواء فيرس ديفيجن أو ساكن ديفيجن أو صفر بره في أي مكان والمكان ده بنسباله هيبقى فيه مربح شوية في النواحي المادة هيبتدي يتحرك بشكل كويس هيتحرك من المكان ممكن يبقى باله شهرين ثلاثة أربعة خمسة ويسيب المكان نبتدي نفكر في واحد تاني فالتاني ده ممكن يجي ويمشي برضو بعد وقت فعش كده إحنا بنقول إن إحنا نعمل استقرار بشكل كويس من خلال تعاقد رسمي بإلزام شغل احترافي زي ما كنا بتجيب لعيبك وورا وبتعمل مع عقد وبيتفي معك على سنتين وعلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة دي نقطة مهمة جدا عشان تشور إن إنت في الآخر بيبقى في نتائج ده اللي أنا بكلم حضرتك فيه لإنه إحنا بديبقى عندنا أنا ولي أمر عندي مشكلة بشوف إن المدرب ده الفكر بتاعه أو شوية بحس إن هو ظلم ابني زي ما أصره الكلام اللي أنا بقول لحضرتك ده كلام كل الناس يعني كل حد يقابلني يقول لي نفس المشكلة ابني بتظلم في النادي ابني مش عارف إيه المدرب منطير ابني أنا عايز أوصله لرئيس قطاع النادي لما بيحصل إن كل شوية رئيس قطاع النادي ده بيتغير ويمشي ويجي رئيس قطاع جديد النهج بتاعه أصنع إنت حضرتك لما تمسك رئيس قطاع بيبقى عندك نهج عندك حطت نقطة هتوصلها مثلا بعد سنتين ثلاث إنت بتوعي ثلاث شهور بيجي مدرب جديد بنهج جديد بيحصل لغبطة في المدربين نفسهم طبعا حضرتك جديد بإدارة جديدة بيجيب نوعية مدربين جديدة بتختار ناس تانية ما هو زي المدرب الفني زي الكوتش يعني لما بتغير جهاز فني بيجي جهاز فني تاني جديد بياخد له بحوالي فرنج ثلاثة أسابيع أو يخش على شهر لما بيحد بيقف على مستوى اللعيب كله ويبتدي يستوعب النظام والشغل والفكر وكل كلام ده لكن بيكون حوالي مثلا فاتح أربعة خمس ستة متشاط لو أنت جيب في مثلا أثناء الدوري أو أثناء المنافسات وفي أربعة خمس ستة متشاط بتبقى أنت وحظك أنت مش جاي معاك عصائص حرية فممكن حتيتك بس لكن التوفيق بقى ممكن وأن أنت تعمل عملية تنظيم بس مش أكتر من كده لكن ممكن يكون الشغل دوت لو أنت ربنا وفقت وكسبت في ثلاثة أربعة مشاط مش هتبقى أنت كمان إنك مثلا أنت جاهب بس اللي أنت جيبت المشاط ده ممكن يكون شغل شغل من الفان السابق أه بزرق كده في الشغل وكده ولازم نعترف بدا يعني لازم ندي لكل واحد حقه لكن خلينا أقولك مفيش أحسن من الاستقرار مفيش أحسن من الالتزام مفيش أحسن يبقى فيه يبقى اللي كل عليك في الشغل نفسه لما بيبقى فيه تعاقد بتحسن أنت خلاص بقيت ملتزم بالمكان أنا عارف أن أنا قاعد سيزون كامل بشكل كويس جدا وفي النهاية نجحت التجربة أم لم تنجح نجحت التجربة أنا بكمل ممكن يبقى فيه تعاقد تاني ما نجحتش التجربة خلاص أنا بحقي كأدارة شكرا مع السلام ما بفكر فيه حد أفضل وحد أحسن بشكل كويس لكن أنا يبقى عندي أهداف ولازم أحقق الأهداف ديت يعني أنا عندنا في ناتة الزمان اللي كان اشتغلت قبل المدارب عام اشتغلت رئيس قطاع وده كان من خلال طبعا رؤية من سيد المنشارة مطادة منصور ولما أكلم معايا فهو بيقول لي عصام المجاملات أنا لازم تعمل القطاعي باش فيه عدد المجاملات الكتيرة دي نحاول نحن نقتصد فيها لو فيه فساد والحاجات دي كلها نزبط الدنيا القطاعي على مستوى عالي نطور فيه بشكل كويس أنا اشتغلت فيه يعني على قد ما ديت مع كل الجهاز اللي كان معايا بشكل كويس كان بساعدني كابتن وليد وكان كابتن نبيل رئيس قطاع وكان موجود كابتن وليد رئيس قطاع المدرسة وكابتن حمال رأفت كان هو الأكاديمية تحت فكل ده كان بالتعاون بشكل كويس لكن اشتغلنا وتائبنا لكن كان كل الهدف ان في القايمة الاولى والقايمة التانية يبقوا فنيين فقط ما فيش مجملات وده وقابلني مشاكل لا حصرة لها لان كانوا فيه لعبين مقايدين من السنين اللي فاتت كانوا مقايدين لكن كان مصاوم الفني لا يؤهلوا من هم يبقوا مقاودين لكن ندين لهم فرص سنة لان نشوفهم باللجان فنية عشان نشوفهم ندين لهم حقهم مشاكل كويس لكن من القوائم التالتة واربعة بدأنا بعد كده نحاول نبص على الولاد تانيين ندخل ليه لاننا لما بعمل القايمة الاولى فنية وبعمل القايمة التانية فنية انا بكون دخلت في منافسات فانا لما اخذ الحروب بتاعت أو الماتشات بتاعتي أخوها بمين؟ أخوها بالعيبة مثلا مستوى ده نادي الزمالك فلازم أنت تخوض بالعيبة فنين على مستوى عالي هو أنا عايز دوري إيه؟ يعني أنا مستني إيه من دور القطاعات؟ يعني مستني إيه من القطاع؟ القطاع نفسه فيه نقطتين مهمين جداً رقم واحد أن أنت بتحاول أن أنت على الهدف الرئيسي من القطاع الناشئين هو وصول لاعب أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة للدرجة الأولى هو ده النجاح تمام كبير ده رقم واحد ورقم اثنين برضو شكل ومظهر النادي أن أنت بتاع القطاع لازم تكسب في الدوري ولازم المنافسات أن أنت توصل يبقى عندك الدوافع وعندك الحافز فعلاً أن أن أنت توصل في النهاية أن أنت تحقق تحقق الهدف والهدف بالنسبة لأنديها الكبيرة لو بنكلم على زمالك أو بنكلم على أهل الدورات داخل في المقاودين وإمدي أنديها كلها في المقصة أصموحة أنديها في الناشئين كل واحد يبحث عن البطولة في حد ذاتها البطولة دي بتفرق نفسياً ومعنوياً مع اللعيبة بشكل كويس جداً أنت كمان بتبتدت أنت مساند ومدعم كإدارة سراءة القطاع بيوصلوا للإدارة بشكل كويس اللعيبة المميزة في القطاع عشان نحط سبط عليهم وفيه اهتمام بيهم بشكل كويس وفي نفس الوقت أنت بتضمنهم في الفترة دي أن أنت تعمل لهم عقود فبتلاقي مثلاً من خلال تسعة وتسعين ولا ألفين ولا ألفين وواحد ولا ألفين واثنين بتبتدي تعمل لهم عقود عشان بتضمنهم بدل بما الأولاد يمشوا من نفسهم عشان أنت دول فيهم أمل أن يبقوا مقبودين في الدرجة الأولى ده مهم جداً بس إحنا ما بنشوفش عكبتاً في قطاعات الناشئين في الفترة الأخيرة حتى في الأهل والزمال والأنديها الكبيرة ما بنشوفش التصعيد بنشوف لعيب يتعب ويشأ ويفضل مع مراحل قطاع الناشئين وفي الآخر الأندية الكبيرة بدون ذكر الأسماء بتيجي تعمل إيه؟ بتسيب اللاعب ده وتروح تجيب لعب تعاقد مع لعب تاني عشان خطر المنافسة والكلام ده والولد اللي بقى تعبان وأنا عملت فيه زراحتي جواه الانتماء للفلنة والانتماء للروح بيلاقي نفسه فجأة بره نادي خالص بالتجربة نفسها أنا هقول لك الإرهاق الميزانيات الإرهاق الميزانيات اللي بقت دلوقتي والفلوس زادت قوي دلوقتي قرى بقت صناعة والفلوس اللي زادت قوي بشكل غير طبيعي الإرهاق دوت مش هيتحملوا الأندية كبيرة زي الأندية الشعبية زي النادي الأهل ونادي الزمالك ميزانياتهم غير طبيعية وهو ما بيستطفوش كمان على قرط القدم بس رغم أن قرط القدم هي واجهة طبعا نادي الأهل ونادي الزمالك والأنديية الشعبية بشكل غير لكن في جميع الألعاب اللي موجودة يعني الله يكون فوق المجال السدرات إنها المصروفات دي كلها بتبقى غير طبيعية برغم أن بيجي لك أنت موارد مثلا من بس وبيجي لك من شركة راعية وبيجي لك من تسويق من حاجات كتيرة جدا كذا نقطة لكن في نفس الوقت الإرهاق ده هيخليك تفكر من لون مرة أن أنت تبتد تعتمد على الناشئين قل لما بيزيد اهتمامك بالقطاع الناشئين في اختياراتك اختياراتك بعناية والاهتمام والدعم والمسندة للعيبة ديت لحد ما بيوصل لسن معاين يأهلوا أنه يلعب درجة أولى كأنك زي إعداد بطل أولمبي لا هيك تعمل إعداد بطل أولمبي من خلال وزارة الشباب بتوعب تصرف عليه من إيته زدنا لحد ما بيوصل إيبا بطل مثلا في المناكمة بطل في المصارعة بطل في رفع الأسقال بتشوفنا ده كتير قوي عندنا أبطال لا حصرة لهم بيطلعوا بيبقوا أبطالوا بيجيبوا لنا ميداليات بشكل كبير جدا أنت كمان الأولاد اللي في اخطعنا شيئين دولاد لما بتصرف عليهم وتساند بقوة واتدعمهم واتباحهم وتهتم بهم في كل شيء كأنهم لعيبة محترفين وبتصرف عليك كويس قوي هتلاقيه في الدرجة الأولى بعد كده يلعب لك 15 سنة وبعد كده لما بتيجي تسوق وأنت كمان اللي هتبقى كسبان منه في نفس الوقت مش هترهق لك ميزانيتك ميزانيتك اللي انت بتصرف عليها ملايين لأن دلوقتي نشوفنا العيبة دلوقتي بتوصل مبالغ فيها ل 70 مليون و 80 مليون و 100 مليون و 120 مليون في حين دلوقتي أنه ممكن ميزانيت في القرى مثلا في الدورة الممتاز ممكن ما تزدش عن 50 مليون و 40 مليون لكن في الآيل والزمالك بتوصل المبالغ بقت غير طبيعية لكن برضو أنت مطالب لأنه عندك جماهيرية عريبة جدا فمطالب أنت لما بتخش في 3-4 بطالة بخص الآيل والزمالك أنت مطالب أن أنت تجيب البطالات ديت لأن أنت كمان بتستفيد كلما بتوصل منصة التطويج أنت بيجي لك عائد مدي كبير جدا وخبالك أنت إزاي فأنت بتبقى محتاج اللعيب الجاهز اللي هو يبقى موجود عنده خبرات الدور الممتاز لكن اللعيب دوت التجربة دي نقدر إحنا نكررها في عملية الإعارات يعني دي الأهل بيعمل إعارات للزمالك برضو بدأنا نعمل إعارات المشربة بيعمل حاجة جيدة جدا يعني نعمل إعارات للأندية وفي نفس الوقت اللعيب ما يلعبش منشاط الزمالك دي في حد ذاتها برضو حاجة زكاء شغلي دائما شغل زكاء أنا بشتغله بشكل كويس جدا اللعيب بيرجعلي بعد كده زي تجربة مصطفى تجربة نكحة جدا ممكن أبول فتوح دلوقتي الباكليفت ممكن هيرجعلك تاني لو أعارة برضو تجربة نكحة يعني في كل حاجات لو بتمشي بشكل منظم كده الدنيا حتبقى كويسة جدا كابتن عصام أنا يعني موجود حضرتك معايا في البرنامج لازم أنا أسألك يعني عن قطاعات النشئين في نادي الزمالك والحاجات اللي سحدثها المستشار مرتضى منصور من خلال المنظومة داخل قطاعات النشئين في نادي الزمالك رؤية حضرتك إيه بقى في الفترة اللي فاتت دي لقطاع نشئين في نادي الزمالك لا اهتمام غير عادي وهو نفسه مختم بكل صغراء وكبيرة لمرتضى منصور في نادي الزمالك الناس الزمالك دلوقتي بقى حاجة مختلفة تماما لو أنا حكلمك مش هكلمك أنا دلوقتي مش هكلمك على كرة القدم لأن كرة القدم الناس كلها يمكن معظم ناس عارفة لكن بكلمك في جميع الألعاب الأخرى اللي الزمالك متصدر فيها بكلمك في البسكت وبكلمك في الطيرة وبكلمك في الفولي يعني بكلمك في جميع الألعاب الأخرى الألعاب الأخرى كلها الزمالك الحمد لله عامل شغل كويس جدا في الألعاب دي ففيه اهتمام بيها غير عادي بالإضافة للألعاب أخرى الفردية بشكل جيد في نادي الزمال ففيه اهتمام بكل ظهور كبيرة أولا بيتابحها سات المشهر برضو قطاع الناشئين برضو بيبقى أعداد كبيرة جدا وفيه اهتمام غير عادي من أولاد الأمور من أولادهم الموجودين عندنا طبعا الصورة ورانا بنتكلف محمد صلاح كل الناس عايزة تشعر أنها تأخذ تجربة محمد صلاح فكله مهتم جدا وكله بيلهس وبيجري ساعدت أن أنا بسني على أولياء الأمور أنهما بيجوا اللي فيه بيجوا من محافظات بيجوا مسافات بعيدة جدا عشان أولادهم ده شيء كويس جدا لكن في إطار النظام وفي إطار الصح أنه يتعمل كل ده بالنسبة لنادي الزمالك أعتقد أن الزمالك في السنين الأخيرة دي بشكل كويس جدا مستحوذ على معظم البطلات في نفس الوقت في البطلات السنة اللي فاتت لو أنا هكلمك فأقرب حاجة الزمالك واخد السوبر السعودي الزمالك واخد لكل فضرالية الزمالك كان أقرب قام قوسين أو أدنى أنه ممكن يأخذ الدوري عايزين نطمن الجمهور الزمالك على آخر استعداداتكم بقى بعد توقف الدوري ده لماتش امبي وماتش مازينب ان شاء الله لا استعدادات جد جدا توقف طبعا أولا بداية التوقف كان معسكر في أحد الفنالي في 6 أكتوبر والحمد لله كان معسكر نموزاجي جدا استفدنا منه كله مستر ميتشو طبعا وجهاز طبعا كلنا استفدنا بشكل اللعيبة استفادت بشكل كويس جدا رجعنا بعد كده اشتغلنا في فترات طبعا في فترتين في اليوم وحطينا اللعيبة تحت ضغط شوية لأن يكون عايزين نرتقي بالنواحل البدنية ونواحل الفنية ونواحل القططية مستر ميتشو كان بيأكد على ده بشكل كبير جدا وده كان بيتخللوا مباراة ودية الحمد لله استفدنا لعبنا أكتر من مباراة ودية اللعيبة فيها قدت فيها بشكل كويس آخر للساعدات إن شاء الله حيبقى يوم الاثنين مع فريق حرص الحدود إن شاء الله دي بروفة أخيرة قبل مباراة أمبي بإذن الله لأن أنا شايف أن في الفترة اللي جاي إن شاء الله بداية مباراة أمبي ومباراة أفريقيا إن شاء الله أعتقد أن هي دي الفترة الحقيقية الصحية مازبت يا كبير الفترة الصحية لو أنت عندكم مواجهة أمبي مع الكابت الحلمة طلعا يعني مواجهات المدربين الزمالكوية بتبقى صعبة تجربة طبعا هتبقى فريقين بطبعا فريق من الفترة برغم إن هو وضوء في الجدوى اللي هيتناسب طبعا ما اسمه الكبير لكن مباراة هتبقى مباراة الصعبة جدا طبعا إن شاء الله التوفيق دينا بإذن الله في هذه المباراة تبقى دافع علينا كمان لمباراة أفريقيا مع مازين بهناك إن شاء الله إن شاء الله خير بإذن الله متفاقين خير بإذن الله هنستاذا نحضر لك عايزين نمدي على الكرة ده طبعا وقت البرنامج والناس عمالة في الإربيس كمية الإتصالات أنا بعتذر للناس للسادة المشاهدين عن كمية الإتصالات اللي جات لنا إحنا بس يعني وقت الكابتن عصام ووقت البرنامج هو اللي بيخلينا محدودين بوضوع الإتصالات فأوعدكم إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله إن إحنا ندخل المداخلات معنا هنستاذا نالكابتن عصام يبديننا على الكرة أغطأ أبرك نخليك كابتن زي ما إنت فضاء كابتن ممكن حاجة تسنيني على التربيز شكراً لكابتن شبرك معنا يا جماعة استغاثة كده لمركز شباب في محافظة الفيوم حابين إن إحنا نعرض الاستغاثة دي على الهوى الناس أمنتنا إن إحنا لازم نطلع على الاستغاثة دي للسادة المسؤولين في الكرة المصرية فحابين نشوف الصور دي الصور دي تخص مركز شباب اسمه في قرية اسمها سرسينة بمحافظة الفيوم الهالي بيعينوا إن الملعب غرقان ولمفيش حد زي ما إنتوا شايفين كده في الصور الصورة بألف كلمة زي ما بيقولوا الصور دي بت يعني وطبعا إحنا عارفين إن القائمين على الرياضة المصرية يعني الشباب بالنسبة لهم هما في المقام الأول فإحنا عايزين الرسالة دي توصل للسادة المسؤولين على الرياضة المصرية إن ده مركز شباب في محافظة الفيوم عايزين حد يطلع يردلنا يقول لنا إيه ده ده دي صورة لمركز شباب في محافظة الفيوم حابين إن إحنا نوصل الرسالة دي لأن طبعا المفروض إن مركز الشباب هي اللي بتراعي الشباب يلعبوا فيها كورة يلعبوا فيها باسكت يلعبوا فيها كل حاجة لكن طبعا من خلال الصور دي ما فيش أي حاجة خالص للأسف وقت حلقتنا خلص مع الكابتن عصام مرعي اللي احنا بنشكره جدا على تواجده معنا النهاردة وإن شاء الله على وعد إن شاء الله نلتقي مع نجوم أخرى بإذن الله في الحلقات القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته